بيبدأ مسلسلنا جوة طيارة مليانة بالركاب على وشك الهبوط في مدينة نيويورك لكن فجأة بيجي اتصال مضيفة من زميلها واللي بيطلب مساعدتها حالا ودي لما بتروح تتكلم معاه بيقولها ان في حاجة بتتحرك في غرفة الحمولة ده على الرغم ان مفيش اي حيوانات متسجلة معهم في الرحلة اصلا بس لما بتفتح زميلته الباب علشان تتأكد من كلامه مش بتلاقي اي حاجة الصدمة انها بعد ما بتقفل الباب على طول كائن غريب بيبدأ يخبط فيه ويحاول يكسره واللي الاسف بينجح في كده وبنشوفه هو بيهجم عليهم وبعد كام ساعة من اللي حصل برج المرأب على الارض بيحاول يتواصل مع نفس الطيارة لكن الغريبة ان مفيش اي حد بيرد عليهم نهائي لا وكمان الاغرب انهم بيلقوا الطيارة هبطت ومفيش ولا اي راكب خرج منها ولانهم مش فاهمين اللي بيحصل بيبلغوا كل الجهات المسئولة وخلال سواني بيوصل للمطار الامن الوطني وكمان مركز مكافحة الاوبئة واللي من ضمنهم علم الاوبئة اللي اسمه ايف هو وفريقه ودول يبقوا جيم وواحدة كمان اسمها نورة واللي بيعرف منهم ايف ان الركاب بقالهم ساعة محدش يتحرك من مكانه وكمان مفيش ولا اي صوت يدل ان في حد خطف الطيارة علشان كده بيبقوا شاكين ان فيوا بقى على الطيارة موت كل الركاب في الناحية التانية من المدينة شخص عجوز اسمه ستراكن بيشوف الاخبار اللي بيحصل واللي بيأكد كده انه بينزل بعدها المغبأ سري جوى محله تحت الارض هناك بيخرج سف من عكازه شكله غريب ومن كلامه بنفهم ان فيه شخص كان مختفي ظهر تاني وهو المسؤول عن اللي حصل اللي مش مفهوم ان القلب اللي في الازازة اللي جنبه بيبقى بينبود وبيتحرك لا وكمان ستراكن بيفتح الغطى ينقط نقطتين من دمه وزي ما يكون بيتكلم معاه الاغرب ان بيخرج حشرات من القلب ده زي الدود تتغز على دمه وبنرجع تاني للمطار بعد ما قرروا انهم هيدخلوا للطيارة وبنعرف ان الاتنين اللي دخلين هم ايف والمساعدة بتاعته نورة ودول طبعا بيبقوا عاملين حسابهم ولابسين بيدا لتحميهم من اي عدوى الصدمة انهم اول ما بيدخلوا للطيارة بيلقوا الركاب كلهم ميتين فعلا والغريب ان ما بيبقاش في اي اثر لاعتداء عليهم ولا حتى اثر لاي مواد كيميائية بس لما بيجربوا يستخدموا الاشعة فوق البنفسيية بيلقوا مادة غريبة في كل مكان اللي مش مفهوم اننا بنشوف واحد من الركاب واللي المفروض انه ميت ايده بتتحرك المفاجئة كمان ان كابتن الطيارة بيفوق مرة واحدة ونورة بتفحص جسيته وبعده على طول بيبدأ كام واحد من الركاب انهم يفوقوا زيه وفي المدينة جوا مبنى رجل اعمال اسمه بالمر بنشوفه بيتكلم مع شخص اسمه توماس وده بيقول لبالمر ان الشحنة بتاعتهم وصلت للمطار بامان وبيقوله برضه ان الشرطة لقت الاربع اشخاص الناجيين غالبا بيبقى قصده على الكام واحد من الركاب اللي شفناهم بيفوقوا في نفس الوقت جوا المطار بيبقوا خرجوا جسس كل الركاب وبيبقى وصل كمان ايفرت مدير مركز مكافحة الاوباء ومدير ايف وده بيطلب منه ايف انهم يعملوا حجر صحي للركاب اللي اربعة اللي ناجوا بحس يتأكدوا انهم مش مصابين ولا هينقلوا العدوى دي البرة فبيوافق ايفرت وبيعملوا فعلا حجر صحي للاربع ركاب واول حد بيبدأوا فحصه والتحقيق معاه هو كابتن الطيارة وده بيستغربوا من كلامه لانه بيقول انه مش فاكر اي حاجة ده ما بيبقاش فاكر حتى انه هبط بالطيارة فبيسيبوا ايف وبيروح يتكلم مع ركب تاني اسمه بوليفر يمكن هو يكون فاكر اي حاجة ويقدر يساعدهم لكن جيف بيقطع كلامهم وبيقول ل ايف ان في حاجة مهمة لازم يشوفها فبيروح مع ايف لمغزن المطار وهناك بيشوف تابوت ضخ الغريبة ان التابوت ده مكانش متسجل على قيمة الشحن وعلى رغم من كده لقوا على الطيارة في غرفة الحمولة علشان كده بيشكوا انه ليه علاقة بالموضوع وبيفتحوا يشوفوا اللي جوان لكن على عكس المتوقع بيلاقوا في مجرد طراب عادي فبيطلب ايف من مسئول الشحن يعرف لهم التابوت ده تابع مين وفعلا المسئول ده بيبدأ يعمل اتصالاته وبيحاول يعرف عنه اي حاجة لكنه فجأة بيسمع صوت كأن في حد بيناديه فبيمشي ورى مصدر الصوت لحد ما بيوصل لكائن شكله غريب على الارض الكارسى ان الكائن ده بيقوم يهجمه مرة واحدة وبيسحب دمه بالكامل لحد ما بيموت في نفس الوقت ايف بيبقى بيتكلم مع دكتور زميله مسئول عن تشريح الجسس وده بيوري له جرح اكتشفه موجود عند الركاب كلهم جرح احترافي بنفس الحجم وفي نفس المكان لأ وكمان لما بيجرح واحدة من الجسس بيخرج مادة بيضة بدل الدم فبيطلب منه ايف يعمل عليها شوية فحوصات ويعرف هي عبارة عن ايه بالزبط بعدها وهو خارج من المطار بيقابل العجوز اللي اسمه ستراكن وده بيقوله ان عنده معلومات عن اللي حصل على الطيارة وكمان عارف الحل لمشكلتهم والمسئول عنها لانه وجهه قبل كده طبعا ايف بيفكره مجنون وبيقول جيم يروحوا لبيته لكن قبل ما يمشي ستراكن بيقوله انه لازم يحرق الجسس اللي بيصدمهم اكتر انه بيقول ان حتى لو فيه راكب لسه عايش لازم يتحرق علشان كده ايف بيقول للزباط يخرجوه لبرة فبيتكلم ستراكن قبل ما يخرج عن التابوت هو كمان وانهم لازم يحرقوه ساعتها نورة بتستغرب لان ما فيش حد يعرف عن التابوت الا الاشخاص اللي شغلين جوا المطار علشان كده لما بتدخل للطيارة مع ايف بتقوله ان المفروض كان يسمع للشخص العجوز لكن ايف بيقولها انه مجنون ومستحيل يسمع كلامه ويحرق الجسس وبالصدفة وهم بيدوروا على دليل ايف بيلقي دودة على الارض ودي ما بيقدروش يتعرفوا على نوعها لان شكلها غريب ولانها بتحاول تدخل جوا جسمهم ايف بيحبسها جوا صندوق وبيقوله نورة انه متأكد ان الدودة دي هي اللي نقلت الفيروس الصدمة انهم بيلقوا شوي الطراب عليهم كمية تانية من الدود فبيجروا بسرعة على التابوت اللي شافوه لانهم بيفهموا ان الدود ده كان جواه لكن علما بيوصلوا للمغزن التابوت بيكون اختفى وحتى لما بيروحوا يشوفوا كاميرات المراقبة ما بيقدروش يعرفوا مكانه وده لانه فجأة بيختف قدامهم من غير ما يعرفوا اللي حصل وكمان بيقولهم المسؤول عن كاميرات المراقبة ان الفيديو سليم مش مقصوص المفاجأ انهم لما بيبطقوا الفيديو شوية بيشوفوا زي شبح سريع جدا بيشيل الصندوق ويهرب فبيتصل ايف بسرعة على كل امن المطار علشان يبلغهم وفي جاراج المطار بنشوف شخص اسمه اوجستين بيركب عربية وبنفهم ان في حد مديله فلوس في مقابل انه يخرج التابوت من المطار بس لان ايف اتصل على الامن بيوقفوا كل العربيات وفعلا بيوقفوا اوجستين وبيبقوا على وشك انهم يلاقوا التابوت لكن الغريبة ان جيم فجأة بيدخل وبيقول ان العربية دي تبعهم وبيخلي بتوع الامن يعده بسرعة من غير ما يتفتش ومن كلامه مع اوجستين بنفهم انه خاين واخد فلوس زيه في مقابل انه يعديه وبنرجع تاني للدكتور زيميل ايفل في المشرحة واللي فجأة وهو شغال بيسمع حد بيتحرك الكارسة انه بيلاقي كل جسس الركاب واقفين حواليه ومرة واحدة بيهجموه كلهم وبيبدأوا في سحب دمه لكن الكارسة الاجبر ان كل الجسس دي بتبدأ تنتشر في المدينة بس اللي لسه مش مفهوم هو ازاي الفيروس ده بيخليهم يصحوا تاني واول واحدة من الجسس دي بتبقى طفلة راجع الابوها البيت ومن كلام توماس مع بالمر بنفهم ان كل ده جزء من الخطة وارجعوا جسس الركاب لبيوتهم بيبقى هدفه نشر الفيروس تاني يوم من الاحداث اوجستين بيبقى وصل التابوت للمكان المطلوب منه اما في المطار بيبقى اكتشفوا جسس الشخص اللي الكائن الغريب موته وده حوالين جسده بيلقوا نفس الاصار اللي شافوها على الطيارة فبيفهموا ان ايا كان اللي قاتله هو برضو المسؤول عن قتل الركاب وجوه السجن بنشوف العجوز ستراكين محبوس بسبب اللي قاله في المطار وده بيخرج واحد من الزباط وبيقوله ان المحامي بتاعه جاي قابله لكن لما بيخرج ستراكين من حبسه بيلقي توماس هو اللي قدامه وواضح من كلامهم هم اللي اتنين ان في عدوة قديمة ما بينهم وده بيأكد لنا ان ستراكين لعلقة بكل اللي بيحصل لان كمان توماس بيديقه وبيقوله ان التابوت وصل وسيده رجع من تاني وقريب جدا لما ينفزوا خطتهم هتكون نهايته وواضح كده انهم بدأوا فعلا في تنفيذ خطتهم لاننا بنشوف وزيرة الصحة بتتكلم مع ايف ونورة ودي بتقولهم ان قضية الطيارة خلاص ما بقتش تبعهم وان اللي هيمسك القضية دلوقت هم ادارة الطيران الفيدرالية غالبا بالمر استخدم نفوزه علشان يبعد الشكوك عن انتشار الفيروس بحيث يجبر ايف انه يخرج الاربع ركاب من الحجر الصحي ودول اكيد مصابين وهينشروا الفيروس اول ما يرجعوا لحياتهم وفعلا بينجحوا في كده وبيخرجوا الاربع ركاب من الحجر الصحي لكن لحسن الحظ ان كابتن الطيارة اللي اسمه ديل بيتواصل مع ايف وده بيقابله هو ونورة وبيقوله انه حاسس بالزامد بما انه كان كابتن الطيارة بيبقى عاوز يعرف سبب موت المتين راكب اللي كانوا معاه فبيسألوا ايف عن التابوت وازاي دخل الطيارة بما انه حتى ما كانش متسجل في قوايم الشاح فبيقوله ديل ان فيه اربع اشخاص من الحكومة ظهروا قبل الرحلة بدقايق ودول اكبروا انه ينقل التابوت باوامر رسمية ما كانش يقدر يرفضها ولان ايف عاوز يكمل عليه في حصات بيبعثوا الواحد صاحبه في المستشفى بحيس لو مصب الفيروس يلحقوا يلموا التلات ركاب التانيين قبل ما تحصل كارثة طبعا ايف ما بيبقاش عارف ان الكارثة حصلت اصلا وان الجسس بدأت تنتجر في المدينة وفعلا بيرحوا هما التلاتة مع بعض المستشفى وبيبدأوا شوية فحوصات وخلال كل ده حالة ديل بتتدهور بشكل سريع جدا فبيشغل ايف الأشعف والبنفسيية عليه يمكن يلاقي اي دليل الصدمة انه بيلاقي ديدان زي اللي لقاها في الطيارة بتتحرك تحت جلده فبيخرج ايف مع فريقه وبيقولهم يعملوا اتصالات لكل المسؤولين حالا وينبهوا عليهم ان التلات ركاب لازم يرجعوا للحجر الصحي لانهم خطر الصدمة الاكبر ل ايف بعد ما خرج انه بيجيلوا اتصال من واحد من اهال الركاب واللي بيشكروا انه عالج بنته ورجعها للبيت تاني طبعا ايف ما بيبقاش فاهم ده حصل ازاي لان البنت دي المفروض ماتت علشان كده بيقفل معاه وبيقرر انهم يروحوا للمشرحة حالا اما بالمر بنشوفه في عربيته مع الحرس الشخص بتاعه اللي اسمه فيدز واللي بينصح بالمر انه يبعد عن الاشخاص اللي بيتعامل معاهم لانهم خطر لكن بالمر مش بيسمع له وبينزل للمكان اللي فيه التابوت هناك توماس بيقول له انه وصل في الوقت المناسب والحصن حظه هيشوف سيدهم وهو بيرجع للعالم وفعلا بيقوم كائن ضخم وغريب من التابوت اللي قدامهم في اللحظة دي ايف ونورة بيكونوا وصلوا للمشرحة واللي بيستغربوا لانهم بيلقوها فضية تماما من الدكاترة الكارسة كمان انهم بيلقوا كياس الجسس كلها مفتوحة وفضية وجوا بيت الاب اللي كان متصل على ايف بنشوفه بيتكلم مع بنته ودي مرة واحدة بتهجم عليه وبتفضل تسحب في دمه لحد ما بيموت ولان الجسس اختفت ايف ونورة بيرجعوا للمستشفى هناك الدكاترة بيبقوا عزل وديل بحيس العدوة ما تتنقلش لاي حد تاني وعلى الرغم ان ايف عاوز يفهم اللي بيحصل الى انه بيتطر يسيبهم دلوقت ويروح للمحكمة وده لان في قضية بينه وبين مراته اللي اسمها كيلي على حضانة ابنهم ذاك بس قبل ما يمشي نورة بتقوله انهم لازم يلاقوا الشخص العجوز ويطلبوا مساعدته فبيوافق ايف وبيطلب منها تعرف مكانه لحد مايرجع ولما بتبحث نورة عن ستراكن وبتعرف ان عنده محاكمة بتروح تحضرها ولان ستراكن عاوز يخرج من المشكلة دي بيقول للقاضي ان عنده مشاكل في الزاكرة وبيوعده كمان انه هيخلص من السفل لجوه عكازه وهيصهره والحصن حظه ان القاضي بيصدقه وبيديله براءة وبتتقفل القضية لكن طبعا نورة بتبقى عارفة انه بيجدب على القاضي علشان كده بتروح تتكلم معاه لما بيخرج من المحكمة وبتطلب مساعدته المفاجئ ان ستراكن بيقول لها انه عارف انها جاية تتكلم معاه لان الجسس اختفت وبيعرفها ان الفيروس بيخلي الجسس تصحى تاني وترجع لقرب اشخاص لها بحيث يحولهم وتستمر العملية وينتشر الفيروس بسرعة وقبل ما يوافق انه يساعدها بيسألها ازا كان عندها استعداد انها تحرق كل الركاب ساعتها لما النورة بتتردد بيسيبها ستراكن وبيقول لها انهم لسه مش مستعدين لمواجهة الكارثة وبنروح لف اللي بيكون وصل للمحكمة وبدأت قضيته هو كمان ولسوق حظه ان القضية بتحكم ان حضانة ابنهم زاك هتكون للام كيلي فبيتعصب اف وبيقرر انه يرجع يكمل تحقيق تاني في القضية واول حاجة بيعملها بيروح لبيت الشخص اللي كلمه وقال له ان بنته رجعت انك بيقلق لما بيلاقي الباب مفتوح والبيت فضي تماما وبيقلق اكتر لما بيطلع للدور التاني وبيلاقي البنيو مليان دم لكن بيجي له اتصال من نورة بتقوله ان حالة دلت ضهورت وعلى وشك انه يموت فبيضطر اف انه يسيب المكان قبل ما يعرف اي حاجة وبيجي بسرعة على المستشفى في الناحية التانية من المدينة بنروح لشخص اسمه فيت وده بنعرف انه شغل تبع مركز ومهمته تنظيف المدينة من الفران وفجأة بيلاحظ فيتو هو واقف حركة غريبة للفران في اتجاه معين فبيفضل ماشي وراهم لحد ما بيشوف كميات رهيبة من الفران خارجة من تحت الارض ستراكن في الوقت ده بيكون رجع لمحله هناك بتيجي بنت تقابله وبتديله قايمة بكل اسام الركاب واضح ان ستراكن نوي يتحرك فعلا ويحرق كل الركاب زي ما قال لإف ونورة وجوه المستشفى بنشوف دل وبنعرف ان حالته اتدهورت تماما الغريبة انه بيبقى سامع صدجه وعقله بيناديه غالبا الكائن اللي خرج من التبوت عنده الكدرة انه يتواصل مع كل المصابين ولان إف مش فاهم ايه الفيروس ده بالزبط بيخرج يتكلم مع نورة وجيم لكن بيقطع كلامهم استدعاء لإف لقوض الدل بس لما بيروح إف على هناك مش بيلاقي دل مكانه بيبقى فاكر انه مات خلاص ونقله للمشرحة لكن الممرضة بتقوله انها شفاته خارج من القوضة واختفى بعدها فبيبدأ إف هو ونورة وجيم انهم يدوروا عليه جوى المستشفى لحد ما بيوصل جيم للبدروم وبيلاقي دل قدامه بيتغز على اكياس الدم وده اول ما بيحس بوجود جيم بيهجم عليه هو كمان لكن نورة وإف بيوصلوله في الوقت المناسب وبينقذوه في اخر لحظة واخيرا بيدربوا إف بطفية الحريق لحد ما بيقضى عليه تماما طبعا هم التلاتة بيبقوا مصدومين من قتلهم لديل لكن برضو نورة بتقولهم ان ما كانش في حل تاني قدامهم ولانهم عاوزين يفهموا اكتر عن الفيروس اف بيقول انهم لازم يشرحوا جسد دل بيحاول يستغل الفرصة بما ان باقي جسس الركاب اختفت وفعلا بيوفقوا وبينقلوا للمشرحة وبيبدأوا في تشريح جسده وجوا شركة بالمر بيبقى مع توماس ولسه مكملين في تنفيذ خطتهم وكالعادة اي مجرم بيحاول يعمل كرسة في العالم بيقطع النت عن السكان زي ما بنشوف ده بيحصل حوالينا حاليا وده بيبقى عن طريق هاكر معروفة اسمها فيلدر ولان فيلدر ما تعرفش حجم الكارسة اللي هم بيخططو لها بتوافق في مقابل الفلوس وبنرجع تاني لإف وفريقه وهم بيشرحوا جسد دل الصدمة انهم بيلووا اعضاء جسمه كلها متضمرة وزي ما تكونت حولت لاعضاء تانية بتخدم الفيروس اللي سيطر عليه ده غير اللسان الطويل اللي بقى موجود واللي بيستخدمه الكائن ده لسحب الدم من الضحايا وجوا بيت واحد من الاربع ركاب بنشوف مراته وهي بتدور عليه ودي لما مش بتلاقيه في البيت بتخرج تدور عليه برا وبتتصدم لما بتلاقي الكلبة بتاعتهم ميتة وغير انا في دمها لقوا كمان بتسمع صوت خط جامد جاي من بيت الجنينة فبتفتح الباب تشوف ايه اللي بيخطط ده يمكن يكون جزهة ومرة واحدة اول ما بتدخل جزهة بيهجم عليها وبيبقى على وشك انه يقتلها لكن لحسنة حظها انه بيبقى حسب التحول اللي بيحصل له علشان كده ربط نفسه بالسلاسل بحيث ما يقتلش امراته ولا ولاده وبعد ما قفوا فريقه وخلصوا تشريح الجزة بيحتفظوا بيها جوا التلاجة وبما انهم اتأكدوا من كلام العجس تراكن ايف بيقول انه ندمان انهم ما سمعوش كلامه من الاول ولان جيم حاسس بالزنب ويعرف حجم الكارسة اللي تسبب فيها بيقرر يعترف لهم بالحقيقة وبيعرفهم انه ابض رشوة في مقابل انه يهرب التبوت من المطار وبيبرر لهم انه ابل الرشوة دي لانه كان محتاج يعالج مراته في اللحظة دي ايف بيقلق اكتر لما بيعرف ان في حد وراء الموضوع وعلى الرغم من اعتذار جيم الى ان ايف بيضربوا وبيسيبوا ويمشي هو ونورة ولما بيركبوا العربية هما الاتنين نورة بتقولوا انهم لازم يوقفوا الفيروس ده قبل ما ينتشر وبتفتكر كلام ستراكن عن ان الجسس بعد ما تصحى هترجع لقرب اشخاص ليها ساعتها ايف بيفتكر الدم في بيت الشخص اللي كان عنده علشان كده بيقرر انهم يروحوا لهناك بسرعة يمكن يلقوا البنت الصغيرة وفي الشركة عند بالمر بنشوفه على سر عمليات جوا مكتبه وبيطلع انه مريض ومحتاج عملية زراعة كابت حالا وإلا هيموت ومن كلامه بنفهم ان تعبه ده هو سبب مساعدته لتوماس في تنفيذ الخطة وده لان توماس وعده ان سيده يقدر يخليه يعيش للابد ويحكمه العالم هما الاتنين بس لانهم مش موجودين جنبه حاليا بيفكر انهم خنون وبيوافق على العملية اما ايف ونورة بيبقوا وصلوا البيت الشخص اللي بنته رجعتله هناك بيلقوا البنت فعلا في البدروم والفيروس مسيطر عليها تماما ودي اول ما بتشوفهم بتبدأ تهاجمهم زي ما هاجمت ابوها لكن لحصنا حظهم ان ستراكن بيوصل في الوقت المناسب وبيخلص عليها وبيطلع ان بسبب هجومها على ابوها الفيروس اتنقله وتحول هو كمان وده برضو ستراكن اول ما بيشوفه بيخلص عليه بسهولة وكل ده بيأكد لنا اكتر ان ستراكن مش اول مرة يتعامل مع الكائنات ده ويقتلها وعلى الرغم من كل اللي شافوه الا ان نورة ما بتبقاش موافقة على اللي حصل لكن افعل عكسها بيبقى اقتنع خلاص ان هو ده الحل لأ وبيقرر كمان انه يساعد ستراكن في حرق الجسس ولان نورة مصدومة من قتلهم للطفلة بتقرر انها تسيبهم وتمشي نوعا ما بتحاول تقنع نفسها ان في طريقة للعلاج بدل القتل تاني يوم بعد ما حرقوا الجسس اف بيروح مع ستراكن لبيته هناك ستراكن بيحكي له عن الفيروس وبيقول له انه كان موجود من الاف السنين وبيقول كمان ان المسؤول عن انتشار الفيروس ده كائن بيسموه الحاكم كائن قديم جدا وبيتغزى على دم الضحايا زي ما شفنا وكل الكائنات اللي بيحولها بيتحكم فيها ودي معروفة باسم الاستريجوري وعلشان نفهم ازاي ستراكن عارف كل المعلومات دي بنرجع للماضي سنة 1944 وقتها ستراكن بيبقى لسه شاب وبيكون من ضمن الاسرة في الحرب وفي اول ليلة الحبس في المعسكر بيشوف كائن غريب داخل للمكان اللي المساجين نايمين فيه وده برضو بيهجم على واحد منهم وبيفضل يسحب في دمه لحد ما بيموت ولانهم مساجين محدش بيبقى مهتم يعرف الشخص دمت ازاي ومجرد بيحرق جسيته لكن ستراكن بيبقى مهتم وبيقول صاحبه على اللي هو شافه وبيطلع ان فيه اسطورة منتشرة عندهم عن الوحش اللي بيتغزى على دم البشر وفي الاسطورة دي كانت الطريقة الوحيدة لقتل الوحش هي الفضة وطول فترة حبس ستراكن بقى بييجي الكائن كل ليلة يتغزى على مسجون مختلف وبنرجع للوقت الحاضر وستراكن بيتكلم مع اف واللي بيقوله انهم هيفضلوا يدوروا على الركاب واحد ورد تاني وهيستمروا في قتلهم وحرق جساسهم هم واي حد تواصلوا معاه يمكن لو عملوا كده يقدروا انهم يوقفوا الكارثة دي قبل ما تخرج عن السيطرة وبيدي الاف سلاح عبارة عن قالة اطلاق مسامير وصنع لها مسامير من الفضة وده لان الفضة بتأثر على الكائنات دي وممكن تقتلها وعلى طول بيخرجوا من هناك بعد ما اتفقوا على الخطة وبيتجهوا البيت واحد تاني من الركاب الصدمة انهم اول ما بيوصلوا للبيت اللي علي الدور بيلقوا امرات الشخص اللي حبس نفسه انتحرت ومن الرسالة اللي في ايدها بيفهموا ان جزءها تحول وهي ما قدرتش تستحمل اللي حصله فبيخرجوا هم الاتنين لبيت الجنينة لانهم سامعين في حركة ولان ايف عاوز مديره يصدقه بيقرر انه يصور كل حاجة وزي ما عمل ستراكم مع اللي قابله بيطير رقبة الراكب ده هو كمان بعدها بيحرقوا المكان تماما بحيث يدمروا الدود اللي يعتبر مصدر الفيروس وبنروح لبيت واحدة من الاربع ركاب اللي كانوا في الحجر الصحي ودي بتبقى حالتها من الضهورة برضو لكن اقل من ديل وبالصدفة مربية اطفالها اللي اسمها نيفا بتلاحز ان يعنيها بتتحرك بشكل غريب فبتنزل بسرعة لم هدومها وهدوم الاطفال لانها بتحس انهم في خطر بس سلسق حظهم ان الام بتشوفهم قبل ما يخرجوا ولانها لسه ما تحولتش بالكامل نيفا بتقولها انهم هيرجعوا بعد ساعتين وفعلا بتنجح انها تهرب مع الاولاد قبل ما تقزى اي حد فيهم وبنرجع لفيت اللي بيبقى عاوز يفهم سبب تصرفات الفيران الغريبة علشان كده بنشوفه نازل للمجاري تحت الارض يشوف ايه اللي بيحصل الكارسة انه بيلاقى اشخاص كتير الفيروس سيطر عليهم متجمعين هنا ولانهم شافوه بدأوا مهاجمته بيجري فيد بسرعة على برة وهو مش فهم ايه دول بالزبط وبيلاحظ قبل ما يقفل الباب انهم بيبعدوا عن الشمس لانها بتأذيهم في الناحية التانية من المدينة نورة بتبقى بتزور امها في دار المسنين هناك بتتصدم لانها بتلاقي الفيروس انتشر ووصل للمكان اللي هم فيه فبتاخد امها بسرعة قبل ما الكائن يشوفهم وبيجروا على برة اما ايف بعد ما صور الشخص اللي الفيروس سيطر عليه بيروح يوري الفيديو لمديره وبيقوله انه صور اثبات لكلامه والمدى خطورة الفيروس اللي هم بيواجهوه علشان كده بيطلب منه حجر صح الجميع الركاب ولا اي حد اتعامل معاهم ده حتى بيطلب منه انه يعزل المدينة بالكامل قبل ما الموضوع يخرج عن السيطرة وفعلا اول ما ايفرد بيشوف الفيديو بيقتنع بكلامه وبيقوله انه هيتصرف لكن جيم بيجي بعد اخرج ايفرد يتكلم مع ايف ويحذره وبيقوله ان ايفرد بيجدب وغالبا بيتصل على الامن علشان يجي يقبضه عليه حالا واللي بيأكد كلام جيم اكتر ان ابطاقة ايف ما بقتش شغالة فبيساعده جيم ببطاقته لانه حاسس بالزنب وبيهربه وبيوعده كمان قبل ما يمشي انه هيساعده على قد ما يقدر انه يوقف انتشار الفيروس ولان ايف عرف حجم الكارثة بيروح على طول يحذر كيلي وبيقولها انها لازم تاخد ابنهم ذاك حالا وتخرج بيه من المدينة وبيعرفها ان الفيروس طلع اخطر من مكانه يتوقعه وبينتشر بسرعة رهيبة لا وكمان بيقولها انهم عرفوا ان في شخص عنده نفوس بيحاول يسهل انتشاره ولان تونجو سكيلي متضايق من وجود ايف بيبلغ عنه وللأسف خلال دقايق بتوصل الشرطة للمكان وبيقبضه على ايف وبعد انتشار خبر الابض عليه جيم بيتصل على نورة يحذرها بما انها كانت بتساعده في كل حاجة اكيد الدور عليها وفعلا وهي بتكلمه بتلاقي اتنين زباط بيرينه جرس الباب فبتلمي هدومها بسرعة وبتقرر انها تهرب هي وامها في نفس الوقت بنشوف اوجستين مع صاحبه فيليكس وهم ماشيين تحت الارض وبيطلع ان توماس بعت لأوجستين انه عاوز يقابله وده لانه عاوز يكلفه بمهمة جديدة بعد ما قدر انه ينقلهم التابوت والمهمة الجديدة دي بيبقى عاوز يسرق جسة الكابتن ديل من المستشفى لان الجسة تعتبر دليل على وجود الفيروس وهم مش عاوزين اي حد يعرف في الاول اوجستين بيرفض لانه بقى حسس ان الموضوع خطر في اللحظة دي بتظهر كوة توماس الغريبة واللي بتدل انه مش بشري وبيهدد اوجستين انه لو ما نفسش المهمة هيخلص عليه هو او صاحبه وعيلته بالكامل فبيضطر اوجستين انه يوافق لانه خلاص اتورط معهم من الاول اما ايف بيبقى بيتحقق معاه جوال اسم وطبعا اللي بيحقق معاه ما بيبقاش مصدق اي حاجة بيقولها المشكلة انهم بيتهموا ايف انه قتل الكابتن ديل لا وكمان بيتهموه انه هو اللي سرق الجسس من المشرحة ومخبيها فبيفضل ايف يشرح لهم اللي حصل من البداية على امل انهم يصدقوه لكن برضو المحققين بيبقوا مش مصدقينه وبيقرروا انهم يدخلوا للحبس ساعتها ايف بيضطر يجدب وبيقولهم انه هيعرفهم مكان الجسس بس بيشترط انه يروح معاهم ويدلهم على المكان بنفسه وبنرجع الاوجستين وصاحبه وهما بيقابلوا جيم واللي بيطلع انه تهدد هو كمان علشان يساعدهم في تنفيذ المهمة وفعلا بنشوفهم هما التلاتة بعد ما سرقوا الجسس بيخرجوها من العربية ودي بيبقوا لفنها بسلاسل تقيلة علشان تغرق في المياه ومحدش يلاقيها وفي وسط المدينة بنشوف فيت اللي بيبقى داخل للمركز اللي هو شغال فيه واللي بيتفاجئ لانه بيلاقي المكان فضي تماما حتى الاستقباله والمدير ما بيبقاش في اي حد موجود ومرة واحدة بيسمع صوت حركة جاي من المغزن الصدمة انه لما بيدخل لهناك بيلاقي مديره متحول لنفس الكائنات اللي قابلها تحت الارض وبما انه عرف ان الشمس بتأذي الكائنات دي بيفتح الشباج بسرعة وبيقضى عليه المشكلة الاجبر دلوقت ان بيبقى فيك سوفل الشمس في نفس اليوم غالبا تنفيذ الخطة في الوقت دا كان مقصود بحيث الكائنات تنتشر في المدينة بسهولة وتنشر الفيروس وبنروح للاتنين المحاققين اللي بيبقوا واخدين ايف يعرفهم مكان الجسس وفعلا زي ما توقعنا بنشوف واحد من الكائنات بيهاجم اللي رجبين في العربية اللي قدامهم فبيخرج واحد من المحاققين يدفع عن الركاب وهو مش فاهم خطورة الموقف وللأسف الكائن بيهاجموا وبكده اتنقلوا الفيروس وبرضو زميله لما بيحاول يساعدوا الكائن بيهاجموا وبتتنقلوا العدوى هو كمان ساعتها ايف بيستغل الفرصة وبيخرج ياخد منه المفاتيح ويحرر نفسه ولانه مش هيقدر يساعدهم بيضطر يسيبهم ويهرب في نفس الوقت اوجستين وفيليكس بيبقوا مروحين بعد ما خلصوا من الجسة وفي الطريق بيقابلوا واحد من الكائنات دي بيهاجمهم وده قبل ما يهاجم على فيليكس اوجستين بيخلص عليه بس للأسف واحدة من الدود بيطر على ايد فيليكس وقبل ما يقدر انه يشيلها اتنين من الزباط بيجي يقبضوا عليهم ولان ايف مش عارف يتصرف ازاي بيروح لمحل ستراكن بيبقى تأكد ان خلاص مفيش حل تنغرق انه يساعدوا ويوقفوا اللي بيحصل ده بأي طريقة مهما كانت ولما بينزلوا للمغبأ تحت الارض بيتفاجئ ايف انه نورة وامها موجودين برضو ودول بيقولهم ستراكن يستعدوا لانهم هيبدأوا تنفيذ خطة جديدة بس قبل ما يتحركوا بيشرح لهم ازاي يقضوا علي الكائنات اللي بيتحكم فيها الفيروس واول سلاح بالنسبة لهم بتبقى طلقات الرصاص الفضة ودي ستراكن مصنعها بنفسه من الفضة اللي بيجمعها بقالوا سنين وبيعرفهم ان الفضة بتأثر علي الكائنات دي وممكن تقتلها لكن في العادة بيستخدموها علشان تبطقهم ويبقى في فرصة انهم يقتلوهم وبيقولهم ان الطريقة الوحيدة للقضاء على الفيروس هي انهم يقضوا على القائد طبعا ايف مش بيقتنع بكلامه وبيقوله ان الموضوع ده مستحيل علميا لانه عمره في حياته ما قابل الفيروس بينتهي بمجرد القضاء على مصدره لكن ستراكن بيقوله ان الكائنات دي من علم تاني علم مظلم وغريب عن علم البشر وبيقوله كمان انهم لازم يسكوا فيه لو عاوزين يقضوا على القائد وده علشان يحددوا مكانه بيقول انهم لازم يحددوا الاول اتباعه من البشر بيبقى اصدوا على بالمر واللي زيه اللي ساعدوا في تنفيذ الخطة لكن هما لسه حاليا ما يعرفوش اي حاجة عنه بس يعرفوا ان اللي هرى بالتابوت من المطار هو جيم علشان كده بيقرروا انهم يروحوا يتكلموا معاه يمكن يكون عارف اي حاجة تساعدهم وعلشان نعرف اكتر عن مواجهة ستراكن مع الكائنات دي بنرجع تاني للماضي وقتها ستراكن بيبقى لسه اسير وشغل عند اللي حبسينه وفجأة بيدخل عليهم قائد المعسكر واللي بيبقى هو نفسه توماس اللي مش مفهوم انه بيبقى نفس شكله حاليا كأنه مجبرش في السن نهائي وده بيبقى داخل يتكلم معاهم لانه لقى قطعة خشب منقوشة بشكل كويس ودي بتبقى مشكلة بالنسبة لهم لانها رمز للعدو علشان كده بيهددهم ان لو اللي صنعها ما تكلمش هيقتلهم كلهم فبيتكلم ستراكن وبيطلع ان هو اللي صنعها وعلى عكس ما كان متوقع توماس بياخده معاه لمهمة تانية ساعتها بنعرف ان الحكاية كلها بدأت من هنا وده لان توماس بيكلفه بنقش التابوت اللي شوفنا الكائن بيخرج منه بس في الوقت ده توماس بيكون بشري عادي ولسه هنعرف تحول امتى وازاي وبنرجع للوقت الحاضر وقفه نورة وستراكن بيكونوا وصلوا لشاقة جيم هناك بيتكلموا معاه وبيسألوا عن الشخص اللي خاد منه الرشوة فبيقول لهم جيم انه شخص الماني وعنده تقريبا حوالي 45 سنة طبعا ستراكن بيعرف على طول انه قصده على توماس وبيعرفهم انه اول مرة قبله كان بشري عادي وقائد المعسكر اللي هو محبوس فيه وفي البيت عند المربية بنتها بتتكلم معاه عن الاطفال وبتقول لها انها لو ما رجعتهمش لامهم الشرطة ممكن تعمل لهم مشاكل وبتصمم انهم يخدوهم ويرجعوا لبيتهم حالا فبتقول لها امها انها هتسمع كلامها بس لو كانت الام مريضة وممكن تعرضهم للخطر هياخدوهم ويهربوا في الناحية التانية جوا شركة بالمر عملية زراعة الكبد بتكون نجحت وكالعادة بيلاقي توماس جاي يتكلم معاه في باقي تفاصيل الخطة لكن بالمر بيقول له ان في مشكلة لازم يحلوها الاول وبيطلع ان جيم بعت له رسالة بيقول له فيها انه ما تخلصش من الجسة وطالب في المقابل منهم 100000 دولار وإلا هيفضاحهم المشكلة ان توماس بيفهم انها خدعة وبيقول لبالمر انه متأكد ان ستراكن هو اللي بيحرك جيم وبيطمن انه هيخلص منه المردي للأبد علشان ما يعطلهمش تاني في نفس الوقت ستراكن بيبقى بيتفق مع باقي الفريق على خطة وبيدل جيم خنجر من الفضة بحس يقدر يدفع عن نفسه وبنرجع للمربية وبنتها اللي بيبقوا وصلوا مع الاطفال للبيت هناك اول ما بيدخلوا للبيت بيلقوا الاب على الارض غرقان في دمه واضح انه رجع للبيت قريب وامهم هجمته ولسه متحولش وللأسف قبل ما يلحق انهم يهربوا وبتظهر الام وبتهجمهم فبتدفع بنت المربية عنهم وللأسف بتتصاب في ايدها ولانهم مش قادرين يخرجوا من البيت بيجروا يستخبوا جوا قوضة المشكلة ان الكائنات دي بيبقى عندها نوعا ما نسبة زكاء او القائد بيتحكم فيها وده بيخليهم يستخدموا حديدة ويكسروا بها الازاز علشان يوصلوا لهم لكن فجأة بيظهر مجموعة من الاشخاص في الوقت المناسب وبيقضوا على المصابين اللي مش مفهوم ان الاشخاص دول بيبقى فيهم شبه من الكائنات اللي مسيطر عليها الفيروس وقبل ما تخرج المربية وبنتها والاطفال بيتأكدوا الاول انهم مش مصابين وبسبب الجرح اللي اتجرحته بنت المربية بيقتلوها من غير تفاهم بيتبعوا نفس طريقة ستراكن وبيخلصوا على اي حد مصاب اما جيم بيبقى وصل مع الفريق للمكان اللي حددول توماس انه هيستلم في الفلوس هناك توماس بيظهر فعلا بس بيقول لجيم انه عارف خطتهم واول حاجة بيسأله عليها هي مكان ستراكن بس لان الشرطة حواليهم في كل مكان ما بيقدرش يأذي جيم وبما انه رافض يتكلم بيسيبه وبيهرب بسرعة ساعتها بيبدأ افعى طول مع باقي الفريق انهم يطردوه وبيفضلوا ماشيين وراه لحد ما بيشوفوا نازل لنفق سكة القاطر بس لما بينزلهم ما كمان بيلقوا اختفى وما بيقدرش يحددوا مكانه وبيطلع ان توماس توههم ورجع هو يدور على ستراكن وفعلا بنشوفه خارج من وراه وبيبقى على وشك انه يهاجمه لكن اف بيوصل في الوقت المناسب وبيضربه بطلقة فضة في رجله وده بيخلي توماس مضطر انه يهرب ويأجل قتل ستراكن ليوم تاني وبعد ما هرب ستراكن بيقولهم انهم فتحوا ابواب الجحيم على المدينة لان اكيد توماس هيبلغ الحاكم بالله حصل وهيرد عليهم والمشكلة ان الليل قرب وده هتبقى فرصة كويسة جدا بالنسبة لهم فبيقترح اف انهم يستخدموا حاجة لها نفس تأثير اشعة الشامس علشان كده بيروحوا المحل كبير للتجهزات الطبية وده لان في اجهزة اشعة فوق البنفسجية واللي هي 90% من اشعة الشامس ولان المكان مقفول بيضطروا انهم يكسروا الازاز ويدخلوا لكن فجأة بيظهر شخص من جنبهم رفع عليهم المسدس وبيطلع ان الشخص ده هو فت وده لما بيتأكد انهم مش مصابين بيسيبهم يدوروا على اللي هم عاوزينه لكنهم لما بيوصلوا لمكان الاجهزة دي بيلقوها اختفت وبيطلع ان فت سبقهم اصلا وسرق كل الاجهزة بما انه قابل المصابين وعرف برضو ان اشعة الشمس بتقضي عليهم فبيتكلموا معاه وبيقدروا يكنعوه انه يديهم نص الاجهزة اللي سرقها وقبل ما يرجعوا المخبأ ستراكن بيقرروا انهم يجمعوا اكله ومية على قد ما يقدروا اما ستراكن بيفضل يتكلم شوية مع فيت غالبا بيبقى عاوزه ينضم للفريق بما انه قابل الكائنات دي وقدر يقتلها وفجأة وهم بيتكلموا بتبدأ كائنات الاستريجوري انها تظهر فبيطير ستراكن رأس واحد منهم قبل ما يدخل للمحل وبالصدفة الهاكر اللي اسمها فيلدر بتبقى في نفس المكان مع صاحبتها طبعا كل اللي في المحل غير اف وصحابه بيبقوا مصدومين من المشهد وده لان مفيش حد منهم لسه عارف حقيقة اللي بيحصل ولان الكائنات بدأت تحصرهم جيم بيشغل الاجهزة الجديدة بس للأسف وهو مش واخد باله واحد من الكائنات بيهاجموا وبيجرحوا ولان اعداد كائنات الاستريجوري زادت جدا بيضطروا انهم يستخبوا جوا المحل وبيبدأ اف يشرح للاشخاص اللي معهم عن الفيروس وبيعرفهم ان اي حد بيتصاب بيه بيتحول للكائنات اللي شايفينها وعلى الرغم من تحذيره الى ان صاحبة فيلدر اللي اسمها نيكي بتسيب المكان وبتخرج تجري وبتنجح فعلا في الهروب لانه واضح ان الاستريجوري مش مركزين معاها فبيفهم اف على طول ان الهدف بتاعهم هو ستراكن وبسبب غباء واحد من اللي شغالين في المحل بيحاول يقلدها لكن لسوق حظه انه ما بيقدرش يهرب والكائنات دي بتتغزى عليه وبتسحب دمه فبيقول لهم ستراكن انهم لازم يتصرفوا ويحطوا خطة بسرعة دواء الا قائد الاستريجوري هيبعت لهم اعداد اكتر وهيبقى مستحيل انهم يهربوا وبالصدفة وجيم ماشي جانب نورة بتلاحظ ان في حاجة بتتحرك في وشه الصدمة انها لما بتسلط عليه الاشعة فوق البنفسجية بتشوف دودة تحت جلده فبيقرر اف بسرعة انه ينقص صاحبه ويخرج الدودة بما انها مصدر الفيروس يمكن لما يخرجها جيم ما يتحولش وفعلا بيبدأوا العملية البسيطة دي وإيف بيعملوا فتحة في جلده وبينجح اخيرا انه يمسك الدودة وبيخرجها يدمرها ومرة واحدة وهم بيتكلموا بيسمعوا الاستريجوري وهما بيحاولوا يدخلوا للمكان المشكلة انهم بعد ما بيوقفوهم بيلقوا واحد طالع على العمود الكهرباء وده بيقدر عن قصد انه يدمر المحول ويفصل الكهرباء عن المنطقة بالكامل فبيقول لهم ستراكن انهم لازم يخرجوا من هنا حالا وإلا هيموتوا وامالهم الوحيد بيبقى عربية قدام المكان ياخدوها ويهربوا فبيبدأوا كل واحد يجهز اي سلاح يساعدهم وهم خارجين الصدمة ان ايف بالصدفة بيشوف دودة تانية بتتحرك تحت جلد جيم والصدمة الاكبر ان الاشعة بتبين لهم ان جسمه كله مليم بالدود معنى كده ان الدودة لو دخلت الجسم لمجرد دقايق اعدادها بتزيد بشكل رهيب ساعتها جيم بيروح لستراكن وبيطلب منه انه يقتله لكن ايف بيمنعوا وبيقولوا انهم ممكن يلقوا طريقة للعلاج بس لان الكائنات قربت تدخلهم فيد بيتدخل وبيخلص هو على جيم وعلى الرغم انهم مصدومين لقتل صاحبهم الى انهم بيضطروا يتحركوا وعلى حسب الخطة بيخرجوا لبرة وبيحاولوا يصنعوا طريق لحد العربية وبصعوبة بيقدروا اخيرا انهم يوصلوا لها ويهربوا من المكان ولان ايف عاوز يتطمن على ابن زاك بيعدوا على بيته الاول والحسن الحظ انه بيوصل في الوقت المناسب وبينقذ ابنه وبيطلع ان تومي تحول وكان راجع للبيت يحول كلي وزاك بعدها بيتطمن ايف على زاك انه ما تصابش وبيسأله عن امه فبيقول له زاك انها ما كلمتهش من بداية اليوم ولما رجع ما كانتش موجودة وشوية وبييجي ستراكن يعرف ايف انه ما فيش حد تاني في البيت وبيحذروا ان لو مراته تحولت اول حاجة هتدور عليها هي ابنهم زاك علشان كده بينصحوا انه ينقلوا من هنا بسرعة لمكان تاني اقمن فبيطلب ايف من ستراكن انه ياخدوا معاه وهو راجع للمحل على ما هو يحرق جس التوم اللي قتلوه ويقابلهم بعد ساعة وبتقرر نورة هي كمان انها تفضل معاه وتساعده وزي ما طلب من ستراكن بياخد زاك معاه وباقي الفريق وبيركبوا العربية ودول اول ما بيوصلوا للمحل فيت وفيلدر بيتعرفوا على ام نورة ولما بينزلوا للمغبة فيت بيعرف ان ستراكن مهتم جدا باللي بيحصل وبما انه عارف كل حاجة عن مخططات المدينة تحت الارض ستراكن بيطلب مساعدته يمكن لو اتحدوا يقدروا انهم يحددوا مكان الحاكم ويقضوا عليه وبعد شوية فيلدر بتتكلم مع ستراكن عن الكائنات اللي شافوها ولانها حاسة بالزنب بتقوله عن رجل الاعمال اللي اسمه بالمر وبتعترف له بالحقيقة وانها كانت جزء اساسي من الكارسة اللي حصلت وبتعرفوا ان بالمر دفع لها فلوس كتير في مقابل قطع النت والاتصالات عن المدينة بالكامل وبتقوله انها في الاول كانت فاكرة انها مجرد حرب بين شركات رجال الاعمال فبيقول لها ستراكن ان اللي حصل حصل ولازم يفكروا في المستقبل وبيسألها زا كانت تقدر تعكس اللي هي عملته وترجع النت والاتصالات من تاني فبتقوله فيلدر انها تقدر بس هتحتاج شوية ادوات معينة وقبل ما نعرف خطتهم الجديدة بنرجع تاني الستراكن في الماضي وكالعادة زي كل ليلة بيجي الكائن يتغذى على اسير جديد لكن المراد بيهاجم ستراكن كمان وبيسحبه من سريره وبيقوله انه عارف انه كان مرقبه كل ليلة وهو بيتغذى على الاسرة وعارف برضو انه كان بيفكر طول الفترة اللي فاتت في طريقة يقتلوا بيها علشان كده عقبا ليه بيدمر له ادي تماما وبيسيبه عايش تاني يوم الصبح بيبقوا بيقسموا الاسرة في المعسكر لمجموعات ولما بيلاحظ توماس ادين ستراكن المتدمرة بيقرر يستغني عنه وبيضموا المجموعة من الاسرة المفروض انهم هيتعدموا لكن لحسن حظ ستراكن واللي معاه ان بيحصل هجوم في نفس اللحظة على المعسكر وده بيديهم فرصة انهم يهربوا بسرعة ناحية الغابة وبسبب الهجوم اللي حصل بنشوف توماس وهو بيهرب في نفس الليلة وده بيفضل ماشي جوال غابة لحد ما بيوصل لمكان معين فيه باب ولما بينزل من الباب تحت الارض بنشوف التابوت اللي نحته ستراكن قدامه وفاجئة بعد دقايق من وصوله بيوصل لحاكم اللي كان بيتغز على الاسرة وبيطلع ان فيه اتفاق ما بينهم هم اللي اتنين من البداية والاول مرة بنشوف شكل الحاكم المرعب وبنعرف ان الاتفاق اللي ما بينهم هو ان الحاكم يحول توماس لواحد من اتباعه وفي الوقت الحاضر بنشوف فيليكس واوجستين مع كم مسجون في عربية ترحيلات ووضح كده ان الفيروس خلاص سيطر على فيليكس وفعلا مرة واحدة بيهاجم الزبط اللي سيق العربية وده بيقد ان العربية تغبط في حاجز ويغمى مؤقتا على فيليكس فبينزل واحد من الزباط بسرعة يفتح الباب ويشوف من اللي بيهاجمهم والسوق حظه ان فيليكس بيفوق وبيخلص عليه هو كمان ساعتها اوجستين بيستغل الفرصة وبياخد المفاتيح وبيحرر نفسه اللي بيكون على وشك انه يهاجمه بعدها بيدي المفاتيح للمساجين وبيهرب هو قبل ما الشرطة توصل وبعد ما اف ونورة حرقوا جس التوم بيرجعوا المغبأ ستراكن واف بيقول لزاك انه للأسف ما قدرش يلاقي امه ولان زاك عاوز يعرف مكان امه بياخد واحد من اجهزة ستراكن وده بيفتح من عليه تطبيق يقدر يتتبع بيه اي رقم في المدينة ومن خلال التطبيق ده بيقدر فعلا انه يحدد مكان امه فبينادي على ابوه وبيعرفه انه قدر يتتبع تليفون امه ويعرف مكانها وبما ان التليفون اتفاتح بيتصلوا يتطمنوا عليها لكن كلمة بتردش على الرغم ان التليفون بيتحرك على الخريطة قدامهم فبيقرر اف انه يروح لمكان الاشارة بنفسه يتطمن عليها اما ستراكن وفيت بيبقوا بيفكروا ازاي يوصلوا للحاكم وبما ان فيت شاف الكائنات دي تحت الارض بيقول انه غالبا المقر بتاعهم لكن برضو بيبقى الام من نزولهم لهناك وبيقول انهم لازم الاول يدرسوا ويعرفوا كل الخطوط اللي تحت الارض بحيث لما يهاجموهم يحصرهم تماما والحاكم ما يقدرش يهرب بس للأسف علشان يوصل لخراية الخطوط دي بيبقى محتاج الانترنت ساعتها فيلدر بتعتذر لهم وبتعرفه هو ونورة كمان ان هي المسؤولة عن قطع الاتصالات ودي بتقول برضو انها علشان تصلح غلطتها محتاجة انها تدخل لمكتب بالمر لان ده المكان اللي استخدمت في الاجهزة وفصلت منه الانترنت اول مرة فبيقترح فيت انهم يدخلوا للمبنى متنكرين كأنهم عمال من المركز اللي هو شغال فيه في الناحية التانية من المدينة ايف بيبقى وصل لمكان اشهر التليفون كيلي وبيطلع ان التليفون كان بيتحرك لان فيه واحدة لقته في الشارع وخداته ودي بتوصل ايف لعربية كيلي اللي لقت عندها التليفون ولما بيدخل ايف جوى العربية بيلاقي منديل عليه دم ساعتها بيقلق لان معنى كده انها غالبا تصابت وعلشان نعرف اللي حصل فعلا لكيلي بنرجع للاحداث قبل 32 ساعة وقتها بنشوف كيلي راجعة للبيت بعد ما خلصت شغلها الصدمة انها بتلاقي توم قدامها والفيروس بيكون سيطر عليه تماما وده مرة واحدة بيهجم عليها وبيحاول يسحب دمها فبتدفع كيلي عن نفسها وبتحاول تضربه باي حاجة من المطبخ بس للاسف زي ما حصل مع فيليكس بيحصل معاها ودودة بتطير تدخل جوى عينها بعدها بتخرج كيلي تجري على برة وهي ما تعرفش ان خلاص كده حياتها انتهت وبعد كام ساعة من اللي حصل بنشوفها بتفوق جوى عربيتها ولان الفيروس اتمكن منها تماما ما بتبقاش بتتصرف بشكل طبيعي ودي بتبقى اللحظة اللي فيها التليفون بيقع منها قبل ما تخرج تمشي في المدينة وفي الوقت الحاضر فيت وفيلدر بيكونوا بدأوا في تنفيذ الخطة وزي ما اتفقوا بيقدروا انهم يدخلوا للشركة بس اول ما بيخرجوا من الاسنصير بيلقوا الامن قدامهم ودول بياخدهم يقابلوا الشخص اللي اسمه فيتز مساعد بالمر واللي اتعرف على فيلدر على طول اول ما شافها على كاميرات المراقبة وبناء على اوامر بالمر بياخدهم هما الاتنين علشان يخلصوا عليهم لكن في اخر لحظة فيتز بيغير رأيه ومن كلامه بنعرف انه مش مقتنع باللي بالمر بيعمله وبما انهم عاوزين يصلحوا الامور وينهوا الكارثى دي بيسمح لهم يهربوا ولان اف مقدرش يوصل لكيلي بيرجع على المغبأ وبعده على طول بيوصل فيت وفيلدر واللي بيعرفوهم اللي حصل وانهم مقدروش ينفذوا الخطة ولان اف متعصب حاليا بيحمل فيلدر مسئولية اللي بيحصل فبتكرر فيلدر انها تسيبهم لانها برضو حاسة بالزامب بعدها بيطلع اف مع ابنه يحكي له عن اللي حصل وبيعرفوا انه لقى تليفون امه مكان الاشارة لكنه مقدرش يلاقيها لكن برضو بيطمنوا وبيقولوا انه هيستمر في البحث عنها وانها اكيد بخير وبعد مهرب اوجستين من الشرطة بنشوفه راجع لشاقته هناك بيتصدم لانه بيلاقي اخوت حول زي فيليكس وللاسف بيتطر انه يخلص عليه وكمان قبل ما يهجمه وينقله الفيروس ولانه عارف ان امه كانت موجودة في الشقة بيدور عليها وهو مرعوب وبينهرقوا جاستين لما بيلاقيها متحولة وكانت مستخبية من اخو في الدولاب ولان خطة ارجاع النت فشلت بيتطروا انهم يخرجوا يدوروا على الحاكم ولان الموضوع خطر بيقرروا انهم يسيبوا زاكي وامه نورا في المغبأ وخلال ما هم في العربية بيلحظوا ان الفوضى انتشرت في المدينة كل الناس خارجين يسرقوا بما ان الشرطة مشغولة مع الكائنات واخيرا بيوصلوا هم الاربعة لوحدة من محطات القطر هناك بينزلوا لسكة القطر وبيبدأوا ينزلوا اكتر تحت الارض وطول ما هم ماشيين بيلقوا محافظ ومجوهرات واعين من الناس اتحولوا معنى كده انهم ماشيين في الطريق الصح نحية المكان اللي بيتجمع فيه الستريجوري وفعلا بعد ماشي كام دقيقة بيوصلوا لعدد كبير من الكائنات ودول اول ما بيشوفهم ستراكن بيقول ان ده عيش الاغلب اللي اتحولوا جديد وبيرفض انهم يقتلوهم لان ده هيبقى زي تحذير للحاكم لانه بمجرد ما هيعرف انهم قربوا منه اكيد هيهرب فبيضطروا انهم يعدوا من وسط الكائنات دي بهدوء من غير ما يصحوهم وبيفضلوا ماشيين لحد ما بيشوفوا مجموعة تانية من الكائنات بتتحرك فبيقرروا انهم يمشوا وراهم يمكن يوصلهم للمكان اللي في الحاكم وبعد ما مشوا وراهم مسافة بيلقوا نفسهم قدام نفق معد جو حيطة فبيدخل افل هناك على طول ليشوف النفق ده بيوصل لفين بالظبط واول ما بيعد بيطمن باقي الفريق وبيقول لهم يعدوا هما كمان فبيبدأوا واحد ورا التاني انهم يعدوا بسرعة لان الكائنات شفاتهم المشكلة ان اف بيبدأ يسمع صوت كان كلي هي اللي بتناديه فبيمشي ورا مصدر الصوت على الرغم من تحذير ستراكن انه اكيد فخ من الحاكم وفعلا بيكون عنده حق لان اف بيلاقي نفسه قدام التابوت وللأسف بتظهر الكائنات حواليه مرة واحدة وبتحاصره الكارسى ان الحاكم نفسه بينزل قدامه وبيمسكه وده بيقوله انه هيقضي على كل حاجة واي حد بيهتم بيه زي ما عمل مع ستراكن قابله والحسن الحظة قبل ما يحول اف بسواني بيوصل باقي الفريق وبيرمي فيت كومبيلة اشعة فوق بنافسجية اختراعها بتنقذ الموقف طبعا كلهم بيبقوا متضايقين من اف لانه تصرف لوحده سابهم وستراكن بيبقى متضايق من فيت انه استخدم الكومبيلة وخلى الحاكم يهرب ومن عصبيته بيبدأ يدمر في التابوت اللي هو نفسه نقشه بايده من اكتر من ستين سنة ولانه مصمم انهم يلاقوا الحاكم بيستمروا في البحث عنه الكارثة انهم بيوصلوا المكان في الاف من كائنات الاستريجوري ولانهم مش هيقدروا يواجهوا الاعداد دي كلها بيضطروا انهم ياخدوا ستراكن غصب عنه ويهربوا ولما بيرجعوا للمغبأ ستراكن بيبقى متضايق وبينزل يتكلم مع قلب الاستريجوري اللي محتفظ به وعلشان نعرف قصة القلب ده بنرجع للماضي سنة 1967 تقريبا بعد هروب ستراكن من المعسكر وانتهاء الحرب بحوالي 20 سنة وقتها بنشوفه داخل بيته وبيتكلم مع امراته اللي اسمها ميريام ومن كلامهم مع بعض بنفهم انه بيدور على الحاكم من لحظة مهرب وبيقول لميريام انه اخيرا قدر يحدد مكانه من شهادات السكان في المنطقة وفعلا بيخرج ستراكن على حصانه وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لقلعة ودي اللي المفروض فيها الحاكم على حسب المعلومات اللي جمعها وفعلا جنب بير هناك بيلاقي ساعات ومحتويات شخصية كتير فبيفهم ان الكائنات دي بتنزل للبير وبيقرر انه ينزل وراهم وفي البير تحت بيلاقي نفق برضه زي اللي لقوه في الوقت الحاضر وبيعد منه بعدها بيفضل ماشي يدور لحد ما بيلاقي كائنات اللي استريجوري قدامه المفاجأ انه قبل ما يهجم عليهم بيتكلم معا الحاكم من خلال واحد من الكائنات وده من معنى كلامه بيفهم ستراكن ان مجيه الهينة كان فاخ والهدف منه ان مراته تفضل في البيت لوحدها والحاكم يحولها فبيجري ستراكن بسرعة على برة علشان يلحق مريم قبل ما الشمس تغيب لكن للأسف بيلاقي الحبل اللي نزل بيت سحب وما بيقدرش يخرج وبعد محاولات كتير جدا من ستراكن بيقدر اخيرا انه يتصلك جدار البير بس للأسف بيكون عدى تقريبا نص يوم على حبسه وحتى لما خرج بيلاقي الحصان بتاعه مقتول فبيضطر انه يجري على رجله لحد ما بيوصل للبيت لكن للأسف بيوصل متأخر وبيلاقي اللي كان خايف منه حصل وفي الوقت الحاضر بنشوف واحد من زعماء العصابات اسمه كريم بيركب عربيته ومرة واحدة بيخرج اوجستين من ورايه هدده بالمسدس وده بياخد منه مسدسه وبيخليه يتحرك بالعربية المكان معين وجوه مغبأ ستراكن بيحدده مكان الكائنات اللي هم شافوها على الخريطة وبسبب اللي حصل من ستراكن هناك ايفه فضوله بيزيد عنه وبيبقى عاوز يعرف السبب اللي مخليه كره الحاكم للدرجات دي وعاوز يقتله بأي طريقة لكن بيقطع كلامهم فيلدر اللي بتخبط على باب المحل فبيفتح لها فيت وبيسمح لها تنضم لهم من تاني وبيطلع انها كانت بتدور على حاجة من ساعة مسابتهم تصلح بها غلطتها هي اي نعم مش هترجع النت ولا الاتصالات بس هتوفر لهم حاجة احسن لان من كلامها بنفهم انها سرقت اجهزة هتساعدها انها تختارج جميع قنوات التلفزيون وهتقدر انها توفر لهم في حدود دقيقة بس مباشر بحيث يعرفوا الناس حقيقة اللي بيحصل ولان ستراكين عارف انه تصرف بطريقة غريبة بيخرج يعتذر لهم وبيقول لهم انه وصل للمدينة دي من 40 سنة مهزوم وخسرا كل حاجة وكرر من يومها انه يتتبع الحاكم ويقتله في اول فرصة ولانه خسر الفرصة دي مبارح اتعصب جدا لانه خايف انها ما تتكررش طبعا كلهم بيسامحوا وبتبدأ فيلدر انها تكمل خطتها وبعد كام ساعة بتنجح فعلا وبتقدر انها تختارك جميع القنوات ساعتها ايف بيقول للناس الحقيقة في كلام مختصر محضره وخلال اقل من دقيقة البس بينتهي للأسف لكن ايف بيكون خلاص وصل الرسالة وحذر الناس وعرفهم اللي بيحصل الكارثة انهم مرة واحدة بيسمعوا ام نورة بتسرخ فبيجرب سرعة على فوق وبيتصدموا ان فيه كائن بيهاجمها وبيسحب دمها المشكلة الاجبر ان فيه كائنات كتير بتوصل للمكان اللي هم فيه لأ وكمان المراضي الكائنات بتكون بقيادة توماس نفسه واضح كده ان البس اللي هم عملوه دايق الحاكم وخليه عاوز يخلص منهم بسرعة ولان اعداد الكائنات كبيرة بيتطر ايف واللي معاها انهم يستخبوا جوا المغبأ وبيقول لهم ستراكن انهم لازم يهربوا قبل ما الكائنات يقدروا انهم يدخلوا لهم وبيطلع انه عامل ممر سري اللحظة زي دي يخرجهم بعيد عن المكان بس الاول بيبقوا لازم يتصرفوا مع ام نورا اللي تصابت ولان نورا مش عاوزة امها تتحول بتقرر انها تخلص عليها بنفسها في اللحظة دي بيفتكر ستراكن برضو قاتله الميريام وبنعرف ان القلب اللي هو محتفظ بيه وبيكلمه دايبا قلبها والسبب اللي خلاه يحتفظ بيه هو انه مش عاوز ينسى اللي حصل وعاوز يفضل دايما شايفه قدامه علشان ينتئم لها ويقتل الحاكم بس للأسف لانه مضطر يهرب دلوقت بيسيبه مكانه في نفس الوقت جوا شركة بالمر بنعرف ان حالته ادهورت تماما وفجأة بيلاقي الحاكم جايله بنفسه على حسب الاتفاق اللي ما بينهم وبما ان الحاكم محتاجه علشان يكمل خطته بيديله كم نقطة من دمه وبعد كم دقيقة لما بيدخل فيتزي يتطمن على بالمر مش بيلاقي مكانه وبيتصدم لما بيلاقي واقف تحت المطر بصحته بعد ما كان على وشك انه يموت وبنرجع لأوجستين وهو داخل مع كريم لواحد من مقراته وبيطلع انه أوجستين عارف ان كريم زعيم عصابها اصلا علشان كده اختار في الظروف دي بالذات انه يسرقه لانه متأكد انه اكيد هيكون معال فلوس وكل السلاح اللي هو محتاجه وبيقطع العملية دي واحد من رجال كريم اللي بيوصل للمكان ولان كريم متهدد بيقوله انه أوجستين صاحبه فبيسلمه الشخص ده شنطة مليانة فلوس خاصة بعملية وبيعرفوا كمان ان الشحنة اللي رجل الاعمال ده فعلهم حسابها وصلت المينة وبعد ما خلص كلامه وخرج اوجستين طبعا بياخد شنطة الفلوس هي كمان بس لانه سمع عن الشحنة اللي وصلت وانها مهمة بيقرر يعرف هي ايه بالزبط فبيضطر كريم غصب عنه انه ياخدوا للمينة للحاوية اللي فيها الشحنة الصدمة انهم لما بيفتحوا الباب بيلقوا الحاوية مليانة بكائنات الاستريجوري فبيدي اوجستين سلاح لكريم وبيفتحوا هما الاتنين النار على الكائنات لكن كريم بيستغل الفرصة برضو وبيحاول انه يقتل اوجستين ساعتها اوجستين بييجي من وراي ضربه وبياخد منه مسدسه المفاجأ ان مرة واحدة بيوصل نفس الاشخاص او الكائنات اللي شفناهم قبل كده ودول بيخلصوا على كائنات الاستريجوري في ثواني وبيخطفوا اوجستين ويمشوا وفي المغبأ عند ستراكن بنشوف بالمر داخل بعد ما استعاد صحته هناك بيتكلم مع توماس واللي بيفهم ان الحاكم زاره لكن توماس بيوضح له انه ما تحولش ولسه ما بقاش واحد منهم هو مجرد خد نقط من دم الحاكم بتديله كوة لفترة معينة لكن بعد الفترة دي هيرجع تاني زي ما كان وبيقول له برضو ان طريق التحويل مساعدين الحاكم مختلفة عن تحويل باقي الاستريجوري ساعتها بالمر بيتعصب لان الاتفاق اللي ما بينهم كان انه هيخليه خالد ويحكم مع العالم للابد وبنروح لستراكن وباقي الفريق في المكان الجديد اللي اتنقلوله هناك بيقرروا انهم يروحوا لنفس المكان اللي شافوا فيه كائنات الاستريجوري لكن لنفس المكان ده من فوق الارض يمكن يلاقوا هناك اي دليل يساعدهم او حتى يلاقوا الحاكم وفعلا بيروح افوفيت على المكان اللي هم حددوه هناك بيدخلوا الواحد من المباني واللي بيبقى فاضي تماما من السكان وبعد شوية تدوير في جميع الادوار بيوصلوا المكان في التابوت المتكسر ولان الكائنات بدأت تفوق بيضطروا انهم يخرجوا من هناك بسرعة لكن قبل ما يرجعوا للمغبأ فيد بيبدأ يشيل غطيان المجاري بحس اشعة الشمس تنزل منها تحت الارض وتعمل زي حاجز وده يخلي كائنات الاستريجوري تتحبس في المنطقة دي وما تتنقلش المكان تاني لحد ما يرجعوا وبعد خطف اوجستين بنشوفه متكتف على كرسي تحت الارض ولما بيكشف الشخص اللي خطفه عن نفسه بنكتشف انه من الاستريجوري فعلا وده بيحرر اوجستين وبيقوله يمشي وراء وفي الشركة عند بالمر بيبقى بيفكر هيتصرف ازاي علشان يكدب كلام ايف بحس يلغي فكرة الحجر الصحة عن المدينة وانتشار الفيروس يكون اسهل وبما ان وزيرة الصحة المسؤولة عن الحجر بيقرر يقابلها بس لما بيجي يطلب من فتز العربية بيرفض وده بيقوله انه كان شغال عنده وبيحميته العمره بس دلوقت بعد اللي هو شايفه واللي بيحصل مستحيل ينفذ اوامره تاني ولان بالمر هو اللي صرف عليه وعلمه لما كان صغير مجرد بيسيبه وما بيقدرش يقتله بعدها بيروح بالمر برضو لمكتب وزيرة الصحة اللي اسمها ماجي مع توماس واللي بتبقى بتخطط للحجر الصحي مع مدير ايف اللي اسمه ايفرت وبتقول ماجي البالمر انها هتتصل كمان بالرئاسة وهتطلب الاحكام العرفية وده معناه حجر صحي وحظر تجول وبكده هتقضي على مخططات الحاكم ساعتها بالمر بيتعصب وبيطلب منها انهم يتكلموا بره على انفراد الصدمة انه بيقرر يخلص من ماجي تماما وبيرميها من البلكونة وبما ان ايفرت شاف اللي حصل بيترعب وما بيقدرش يتكلم وحتى بالمر بيقوله مبروك وانه بقى وزير الصحة الجديد وطبعا اول امر ليه بيبقى انه يلغي كل قرارات ماجي نهائي ولما بيرجع ايف لمخبأهم الجديد بيتكلم مع ابنه زاك وبيبدأ هو وستراكن يعرفوه انهم هيهجموا على كائنات الليستريجوري وبيدي ستراكن سيف من فضة لان ايف بيقرر انه هيروح معاهم بما ان المدينة كلها ما بقتش امان ويمكن الكائنات يوصلوا للمخبأ اللي هم فيه بعدها بيروح الفريق بالكامل للمكان اللي اكتشفوا ايف وفيت وزي ما خطط فيت بيلاقي كائنات الليستريجوري محبوسين ومش قادرين يعدوا بسبب الشمس طبعا فيت ما بيقدرش يفوت الفرصة دي وبيخرج على طول ديناميت من الشنطة وبيرمي كمية كبيرة منه على الكائنات بحيس يخلص منهم ويقفل النفق في نفس الوقت وبعد ما امنوا المكان من وراهم بيكملوا طريقهم للمكان اللي فيه التابوت هناك بيهجموا على كائنات الليستريجوري وبيروح ستراكن يدور على الحاكم وزي ما حصل مع ايف بيبقى سامع صوت ميريام وهي بتناديل معنى كده ان الحاكم قريب منه وبيحاول يأثر عليه وفعلا مرة واحدة بينزل وراه وبيبقى على وشك انه يهاجمه لكن ايف بيوصل في الوقت المناسب وبيبدأ يكسر في كل شبابيك المكان وده بيسمح لاشاعة الشمس انها تدخل وتأذي الحاكم بس على الرغم من كده واضح ان الحاكم بيبقى اقوى من باقي الكائنات اللي مسيطر عليها فبيضطر ايف انه يهاجمه بنفسه وبيرمي بالكامل برة تحت الشمس في اللحظة دي توماس وباقي الكائنات بيوقفوا هجومهم على باقي الفريق وبسرعة بيتجه ناحية الحاكم لانهم بيحسوا باللي بيحصله وعلى الرغم ان الشمس دمرت الحاكم تماما بيقدر برضو انه يهرب في اخر لحظة طبعا ستراكن بيتعصب جدا لان دي تاني فرصة ضع منه ولما بيتجمع باقي الفريق بيعرفهم ايف ان الحاكم قدر يهرب وبيقولهم انه طلع اقوى من باقي الكائنات بكتير والشمس بتضعفه لكن مش بيتموته فبيعتذر لهم ستراكن وبيقول انه غلطته وانه ما كانش فاهم حاجة طول الفترة اللي فاتت وبما انه اشعة الشمس مش بتقتل الحاكم بيبقوا محتاجين يلاقوا طريقة يقتلوا بيها في الناحية التانية من المدينة تحت الارض بنشوف اوجستين لسه ماشي مع الكائن اللي خطفه ولما بيسألوا اوجستين عن سبب خطفه بيقوله الكائن ده انه عارف انه عمل شغل للشخص الالماني وانقله تابوت من المطار وهم كانوا مرقبينه طول الفترة دي وعارفوا انه خسر امه واخوه صاحبه ففكروا انه ممكن يكون عاوز ينتقم من اللي كان السبب بس بسبب كلامه ده اوجستين بيقلق وبيحاول يهرب منه لكن بعد ما جري شوية بيلاقي نفسه واقف في مكان مليان دم والصدمة انه بيلاقي حوالي ثلاثة من الكائنات واللي فيهم شبه من الحاكم والكائن اللي خطفه بيقوله انه واقف دلوقت بين مخلوقات الكوة والمعروفين بالكدماء ومن كلامه بنفهم ان الثلاثة دول في حالة سبات وهو بيتكلم بدلهم وده بيقول لوجستين انه فيه هدنة قديمة مع البشر تم خرقها والحرب بدأت علشان كده هم محتاجين جند من البشر يقدر يتحرك بسهولة فضوء الشمس فبيوافق اوجستين لما بيعرف انه فيه مقابل لأي مهمة هينفزها وبنرجع لقف وباقي الفريق وهما راجعين في العربية وخلال الطريق زاج بيتعب وبيبقى عاوز جهاز الاستنشاك الخاص به فبيضطروا انهم يعدوا على بيته الاول يجبوله الجهاز هناك لما بيدخل زاج مع ابو بيسيبه وبيجيب ألبوم صور لعيلتهم لما كانوا مع بعض وبيطلع انه كان بيجدب ورجعهم مخصوص لهنا علشان كده المشكلة انهم قبل ما يخرجوا من البيت بيلقوا كائن بيتحرك برا الصدمة الاكبر ان الكائن ده بيطلع هي كيلي وعلى رغم انهم شايفينها متحولة قدامهم زاج بيحاول يقرب منها فبيضرب ايف عليها نار وبيخليها تهرب ساعتها بيدخل ستراكم مع باقي الفريق وبيقول انهم لازم يبعدوا من هنا حالا وبيقول لايف يعمل حسابه ان الحاكم هيستخدم كيلي ضده هو وابنه فبيخرجوا كلهم للعربية وكل واحد بيفكر اللي هم فيه ده هينتهي ازاي وامتى وده اكيد اللي هنعرفه في المواسم الجاية وهنعرف برضو ليه لكو دماء بيحاربوا الحاكم اللي المفروض واحد منهم فلو حبين اننا نكمل باقي المواسم بسرعة صيبوا لنا كومنت ووصلوا الفيديو ده لعشر تلاف لايك واهم حاجة ما تنسوش الدعاء لاخوتنا ونشر اخبارهم في كل مكان لان الموضوع لسه ما انتهاش وكالعادة كان معاكم شعيب سلام اشتركوا في القناة